حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق التحسن المطرد في مسار توطين الصناعة في مصر وذلك في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي من خلال تكسيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات وتيسرات اللازمة في هذا الصدد جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل حيث اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة سكك الحددية واعادة تأهيل وتطوير خطوط متر الأنفاق بالقاهرة الكبرى فضلا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل المواني على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهدفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية وصولا لتحويل مصر لمركز اقليمي للنقل وتجارة الترانزيت على نحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ترجمة نانسي قنقر شكرا